شاهدين الكرام والحديث أكثر ينضم معنا مباشرة من بغدادة الخبير الاقتصادية الدكتور عبد الرحمن المشهداني أهلا بك معنا في حضرنا الإثباري يعني البنك المركزي قرر السماح المصارف باستيراد النقد الأجنبي هل تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءاته للسيطرة على سعر صرف الدولار تفضل شكرا جزيلا بالتأكيد هذه الخطوة ستسهم نوعا ما في السيطرة على سعر الصرف باعتبار أنه هناك شح في حصص هذه البنوك في تزديد التزاماتها سواء كانت للخارج أو داخل لأنه والشواهد اللي حصلت خلال الأيام الماضية الهجوم على مصرف من المصارف وعدم قدرته على تزديد مستحقات الأفراد بالدولار خير دليل على ذلك بالتالي نعتقد أنه هذه المصارف خاصة المصارف التي لديها شراكات مع مصارف عالمية نحن عندنا أربع أو خمس أو ست مصارف لديها شراكات مع مصارف عالمية يمكن أن تؤمن الحد الأدنى من متطلبات الدولار للسوق المحلية هذا ممكن أن يساهم في عملية تمويل التجارة وممكن أنه يساهم في عملية السجزء من حاجة الطلب النقدي وكذلك الحال ممكن أن يلبي طلبات الشركات العالمية التي تعمل سواء كانت في قطاع النفط أو القطاعات الأخرى بتزديد التزامات المترتبة عليها لموظفينها بالدولار فأنا أعتقد أن هذه خطوة جاءت حتى وإن كانت متأخرة لكن أنا أعتقد أنه مهم جدا في تسوية هذه الالتزامات طيب دكتور هناك مشاكل واجهة العظيم من المواطنين بشأن سحب أموالهم المودعة بالدولار في المصارف هل ستسمح المصارف بتسليم الدولار بعد هذا الإجراء؟ هو قرار البنك المركزي هم سابقا كانوا يدعون أن البنك المركزي يوجه بعدم تسليم الأفراد الدولار من حساباتهم الشخصية كان مسموح للأفراد أن يفتحون حسابات بالدينار وبالدولار وبالتالي صار تعثر في عدم توفر الدولار بهذه المصارف بدأوا يدعون أن البنك المركزي لكن عندما نفى السيد المحافظ أنه لم يوجه المصارف بعدم تسليم الدولار ويجب أن تسلم ودايع الأفراد بالدولار لغاية 31-12 ومن مطلع العام القادم الحوالات التي ستأتي إلى العراق سيتم تسليمها بالدينار العراقي فأنا أعتقد أنه بقسم من المصارف بدأت تسلم هذا الإجراء سيساعد المصارف التي ستقوم بعملية الاستيراد بالتأكيد بتسديد المستحقات المترتبة عليها إن لم تمتلك الأرصد طيب دكتور يعني إجراءات كثيرة اتخذتها البنك المركزي ورغم هذه الإجراءات المتخذة من البنك المركزي لا يزال الدولار بمستويات مرتفعة شن الفايدة من هذه الإجراءات دون معالجات حقيقية لردعس المشكلة لا تتعلق فقط في البنك المركزي البنك المركزي واحد من الأطراف المعنية في موضوع السيطرة على الدولار الأمر يتعلق بالحكومة يتعلق بالمنافذ الحدودية اللي أشار سيد رئيس الوزراء وطبعاً إحنا تحدثنا عن هذا الموضوع سابقاً إنه كثير من المنافذ خارج عن السيطرة أو إحنا ندري إنه أكثر من عشرين واحد وعشرين منفذ ومعبر غير رسمي هذا ممكن أن تهرب عن طريق الأموال والسلاع يعني الدكتور عذراً على المقاطعة إحنا نعرف النبوذ يعني اكتشاف الخلل أو المشكلة هو العلاج بحد ذاته لكنه برغم اكتشافهم هاي المشاكل الجمع اللي موجودة المنافذ الحدودية وغيرها وتهريب الأموال لكنه ماكو نتيجة هسا المواطن دا يدور على فرصة أنه يقل سعر الدولار حتى ليتأثر به هو المواطن كمواطن عادي إحنا دا نحكي على الإشارة العراقي هذا إلى حد الآن ما شفوا لأي نتيجة رغم معرفتهم بالخلل ومكامن الخلل لا إحنا الخلل أكيد مشخصين العوامل الخارجية والعوامل الداخلية يعني العوامل الداخلية مثلاً نتحدثنا عن المنافذ الحدودية والإجراءات اللي يدخلها البنك المركزي دائماً متأخرة دائماً أنا أطلق عليها رد الفعل لكن العوامل الخارجية خارج عن سيطرة البنك المركزي مثلاً رفض الحوارات اللي جرى خلال عشرة أيام الماضية من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي بسبب أو بدون سبب هذا خارج عن قدرة البنك المركزي طبعاً هذا أثر كثيراً على ارتفاع الأسعار خلال عشرة أيام الماضية مسألة التجارة مع إيران والدول المعاقبة لم نجد لها حل باعتبار أنه هذه تمول من السوق الموازي يعني لا نستطيع أن نستورد بالدينار ولا نستطيع أن نستورد بالدينار يعني دكتور عفواً هناك أيضاً من يتحدث عن محاولات لإفشال نظام سوفت من قبل أحزاب متنفذة يعني ما تأثير ذلك أيضاً على السوق الأملة لا هو النظام هذا نظام عالمي يعني من اللي يقدر يفشل هذا النظام عملية تمرير الحوالات شوف البنك المركزي عندما انتظم بموضوع التحويل عبر المنصة الإلكترونية استقر بشكل جيد وصلت الحوالات المقبولة إلى أكثر من 92% لكن لأسباب سياسية ربما لأسباب سياسية بدأت رفض وبدأت تأثير التحويل عبر الإسويفت اليوم يحتاج إلى بيانات دقيقة وكاملة يعني مثلاً كانت حوالات ترفض الشركة مثلاً اليوم كاتبة تجارة عامة اليوم تستورد قطع غيار السيارات وبعد أسبوع تستورد مواد غذائية طبعاً مثل هذه التصنيفات ما موجودة عالمياً يفترض أن يكون متخصصة فترفض الحوالات الثانية هذه واحدة من الأسباب التي تؤدي إلى رفض الحوالات وتأخير الحوالات يعني فإحنا المشكلة عبر المنصة تم ضبط عملية التحويل بتفاصيل كاملة هسا تقول لي 100% لا نعتقد أنه مو 100% كانت تمرر قسم من الأموال بس أعتقد وصلت مستوى الضبط لمصادر الأموال نفسها بحوالي 90% وبدوا يراقضون حتى عملية الاستيراد يعني من تكون كميات كبيرة بالتأكيد هم يرفضها مثلاً أكثر من طاقة العراقي جيني وصل بتحويل مثلاً الاستيراد 20 مليون أو 30 مليون تلفزيون بالتأكيد مثل هذا الأمر يرفض نعم يعني طيب هل تعتقد أن عدد صرف مبالغ الموازنة أحد العوامل يعني المسببة لارتفاع العملة وشنو الإجراء المفترض واتخاذها للحد من ارتفاع الأسعار لا نعتقد أنه هذا الأمر كان ممكن أن ينعكس سلباً في مستوى الأسعار يعني كان ممكن أن يرتفع التضخم احنا تحدثنا أنه هذا راح يشكل ضغط جديد لكن الموازنة مو كلها لم تصرف الموازنة التشغيلية تقريباً أطلقت وكل الرواتب تدفع حتى الموظفين اللي تم تعينهم جدد تم صرف رواتبهم الموازنة الاستثمارية هي التي لم تصرف إلى اليوم لكن جزء مهم منها دا ينفذ عن طريق البرنامج البرامج الخاصة اللي مسؤول عنها مكتب السيد رئيس الوزراء بالمشاريع وإلا هذه التقاطعات الآن لفك الاختناقات المشاريع الخدمية هذه كلها تمول من الموازنة الاستثمارية أيقاف الموازنة الاستثمارية أنه تقديراتي أنه أنا حتى ما تروح للمحافظات ويتم استغلالها بشكل سيء خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات نعم دكتور عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي كنت معنا وعلى الهواي مباشرة شكراً جزيلاً لضمامك إلينا